انت فعلا هتسمع كلام عمي وتدور عليها؟ اي ماذا؟ مال؟ شفتي؟ انا اتأخرت قوي ده بابا وموما عاملين لحفل النهاردة شعير ميلادي وانت خلتين اتأخر انا لازم امشي ايه ده؟ يا طارو مين ده؟ مو مين اللي عامل فيه كده؟ وهقتلوه؟ انت مين؟ وجايا هنا ليه؟ وفي ايه بتعاياتي ليه؟ في حد دخل عندك هنا؟ شفت حد غريب؟ رد علي في حد دخل عليك وانت واقف هنا؟ انت متحورة قوي الفيديو ده ممكن يؤذيك لازم تمسحيه دلوقتي حال وكمال ركبتين العربية معاك وانت بتعرفيش مين انا؟ طيب انزل بقى انا مش عايزك تركب معي ولا عايزك توصل لو سمحت يلا انزم العربية انا هرواح لواحتي يلا لو سمحت ايه ده؟ ايه ده يا جودي انت ازاد تصوري حاجة زي كده؟ ده خطر عليك يا بنتي ايه اللي خلاكي تحميلي كده؟ جودي انت بنتي الوحيدة لو جرارك حاجة يا حبيبتي انا معرفش عايش ازاي ارجوك يحفظ عن نفسك ضل حصل في الجزء اللي فات يا ترى ايه اللي هيحصل في الجزء ده؟ والعصابة هتقدر توصل لجودي بس قبل ما نعرف الحكاية ادعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس منظر الراجل لما تقتل ما كانش قادر يفارق خيالت جودي كانت طول ليه بتلناها صاحب تفكر في الموضواتنا وكانت خايفة او مرعوبة ما كانتش عايزة تباين مامتها باباها وتاني يوم الصبح نزلت مامتها قايت لها ايه يا جودي مالك يا حبيبتي وشك مخطوف ليه؟ باين عليك ما ننتش طول الليه ردت على مامتها وقايت لها لا يا ماما فيش حاجة انا كنت بذكر بس شوي عشان كده ما ننتش طول الليه باباها قال لها خلي بالك من صاحيتك ونامي ساعات النوم يا حبيبتي بتاعتك عشان ما تتعبيهش ساعاتها الجرس ضرب طبعا باباها كان عارف ميليكا على الباب فتحت الباب ومامتها دخلت ودخل وراها الحارس اللي باباها عينه عليه احمد اول ما جودي شافته كانت مستغربة اول معقول ده نفس الشخص اللي قابلها عند الحدث ايه ده؟ يا تاري كان بيرقبها ده او ايه؟ عنور قال له اتفضل يا بني اتفضل انا وسهل احمد قال له انا الحارس الجديد اللي حضرتها جاي من شركة الحارس الخاص جودي بسطله وقيتله انت ايه اللي جابك هن؟ مامتها بسطله واستغرب وقيتلاقي يا جودي عين كده انت من انت بتتكلمي بالطريقة دي قيتلا يا مام انا مش عايزة حارس انا مش عايزة اي حد طب شوفيه اي حد غير ده انت مش اقلم برح انك تسمع الكلام وتعمل اللي انها اقوله خلاص مفيش خروج من البيت طول ما انت متسمعش الكلام جودي كانت بصها لاحمد متغازة اوي مش هاجبها عشان اخر مرة لما قابلها تحت التحت عشان عارف اللي هو متغازة منه وفي مكتب مازن كان قاهد لا بابا ادخل عليه بس بابا كان متعصب اوي قال له ايه يا مازن انت لسه غير دلوقتي ما لقيتش بنت عمك انت مفيش فايدة فيك مش عايزة تدور عليها برده قال له يا بابا والله انا لقيتها لقيتها وعرفت مكانه بس انا مستني شوي وان شاء الله رجاحها مصر بابا فرح اوي وقال له معقول انت لقيتها طب معاك صورة لها يا ابني انا نفس اشوفها اوي ارجوك يا مازن رجحها في قرب وقت انا تعباني يا مازن وعايز اشوفها قبل ما موت عايز بنت عمك فوسطين هنا عشان تاخد ورسه ايه او عايز تريحني رجعلي بنت عمك دي لحمي وكفاية انت ربيت بعيد عني مازن بص البابا وكان صعبان عليه اوي قال له يا بابا متقلقش سداني والله رجحها ان شاء الله رجحها ربنا يديك تلطر عمر وهترجع عطوعة فوسطين بس انت متقلقش مصطفى قال لي مازن انت عارف اللي مامتها اتصرفت غلط لما بعدتها عناه كانت مفكر اللي احنا ممكن نقذيه بس احنا عمر انا ما نقذيه ده بنت اخون مهما ان كان قدتها المحسن عشان يربيها وندمت بعد كده لما عارفت اللي احنا كنا عايزينها تتربى فوسطينه وهنديها كمال حقه ورسه مازن سمع الكلام ده وصمم اللي هو يلاقي بنت عمه وقال لي بابا ان شاء الله هلاقيها ورجحها مصر في قرب وقت في ألمانيا احمد كان مع جودي في كل حد كان بيروح معها الكلية والدسكو وزميلها كانوا معجبين بيه قوي جودي بدأت تغير عليه من زميلها وبدأت تتقرب له وبقى اصدقائه وفي يوم احمد كان قاعي لقى دكتور قرنوار راجع من برا كان شكله متغير متوتر قال له في ايه يا دكتور قال له بصراحة اتا هيا في قدية شرزال ومطلوب ان اروح بكرة قدلي بأقوالي المشكلة ان اخايف قوي عن جودي حد ان تقم منها ولا حاجة لو حصل لي حاجة انزل بيه مصر يا وفاة ارجوك انا مش متطمن عليها هنا احمد قال له ما تخافش حضرتك انا شغلتي ان احميها واحميها باسم الله يا دكتور ان شاء الله خير قال له والبستر وقال له انا نظريتي في الناس متخيبش انت في خلال الفترة القصيرة دي عرفس انت راجع وتقدر تحميه جودي مش بنتي دي بنتي واحد صحبي ومامتها امنتني امانة ان انا ربيها وحافظ عليها عشان كده انت مهمتك صحبة قوي لازم تحافظ عليها لغاية السنة الجاي ان شاء الله هتتم واحد وعشرين سنة وعشان كده انا هتفق معك اتفاق وارجوب توفق وتحافظ عليها احمد رد على الدكتور انوار قال له انا مش عارف اقول حضرتك ايه بس السجد تكفية دي كبيرة قوي وان شاء الله هكون قده انوار قال له انا هعمل معك اتفاق انت دلوقتي هنعمل عقد مع بعض لمدة سنتين اتنين والفلوس اللي انت عايزة كلها انا هحاولها لك في حسابك بس انت بخلال السنتين دي تحميها من كل حاج حتى لو رجعت مصر تبقى انت المسؤولة عنها في كل حاج احمد بصلي وقال له انا موافق يا دكتور اعتبر العقد الكتب من غير اي حاجة وانا مش هاخد اي مقابل جودي دي زي اختي وحضرتك ومدام وفاء حاسب بيكوا براحة ان انتو اهلي انا موافق وقال له انت كده ريحتني ربنا يا رايح قلبك يا بي انا عارف ان انت هتحافظ على جودي ارجوك حافظ عليه ولو حاصل لي اي حاجة زي ما قلتلك ارجع مصر اهلايا هناك وانت ان شاء الله هتعرفه وفي الشركة مصر مازن دخل على منصور وقال له يا بابا خلاص انا معايا صورة جودي وفتح له الموبايل وراره الصورة مصطفى مكانش بسدق نفسه اخيرا هشوف بنت اخوه باصل في الصورة وقال له ياه ده شبه عمك بالضبط واخدها من عمك وممه مازن قال له خلاص يا بابا ان شاء الله هتخلص الامتحان وهترجع هرجع حالك مصر هتشوفه منصور قاعد يزع ويقول له انا عايز بنت عمك هنا في اقرب فرصة هيحصل ايه يعني بنت عمك دي امانه لازم نحافظ عليه وعشان كده انت لازم تتجاوزها مازن او ما سمع الكلمة دي مكانش مصدق نفسه باصل بابا وقال له اتجاوزها ازاي يعني هو انا عرفها والعمل شفتها وهي كمان مش هتوافق ازاي انت عايزها تنزل وتتجاوز في نفس الوقت منصور قاعد يزع ويقول له يعني ايه انت عايز تتجاوز واحدة من بره وتبعد عني كفاية انا عاشت طول عمراه بعيدة عننا مازن كانت حاسة الدنيا كلها بتلف بيه مكانش بصدق الكلام اللي ابو بيقوله مكانش يعرف ان المازن قلبه متعلق بواحدة تاني واحدة اقرب من الخيال برضو تبقى بنت عم بسميه مليك ايوة مازن كان بيحب مليك وكانوا بيحبوا بعض قوي ومتفقين لها يتجاوزوا دي كانوا صدمة طبعا ما بينهم هما الاثنين مكانش مصدق اللي ممكن يتجاوزوا حتى تاني غير مليك وفي المانيا كان انوار راجع من الشغل لا احمد واقف قال له خير يا دكتور انت راجع من الشغل بدينا نهاردة ليه قال له يا احمد خلاص انا قررت انجودي هتسافر هي امامتها النهاردة او بكرة بكتير لازم يسافر ويسيب البيت انت فهم يا احمد احمد بصر الدكتور انوار وبقى مستغر من الكلام قالوا ليه في ايه يا دكتور ايه اللي حصل جديد في حاجة حصلت انوار بصر احمد وقال له انا خرجت من المستشفى ولاقيت في ناس كانوا بتتابعني كان فيه عربية ماشية وراي وانا عارف يدي من العصابة في الوقت ده وفاق طلعت من المطبخ وسمعتها بيتكالي بصت له وقال له يلا وفاق حضره شنطيتك انت وجودي عشان هتسافر لمصر انت وحب وفاق بصت له انا عمري ما هسافر وسيبك انت فهمني يا اما نسافر مع بعض يا اما نقعد قال لها خلاص روحي بس المطار سبقين بكرا ان شاء الله انا هحصلك انت هتروح انت وجودي تعودي في شقة احمد لغاية بكرا وهحصلك وفاق قالت له انت هتخوفني عليك ليه ارجوك ما تخوفنيش انا مش هسيب البيت قال لها خلاص انا حجاز طيران لمصر روحي ببكرا النهاردة مفيش رحلات اعتدت ساعة وتقوله فيه ايه انا انا مش جودة عشان تتحك هلاك كلمتين فيه ايه ارجوك انور بصت لها وقال لها العصابة عرفت مين اللي قدمت الفيديو وعشان كده متابعوني وده خطر عليكم انت هتروحوا مع احمد شاقته وانا هحصلكم ان شاء الله بكرا في المطار ما تلاقيش يا وفاق سدقيني سدقيني والله انا هنجلكم وفاق كانت زهانة او زهلانة هي هتسيب انور وتمشي يا ترى وفاها تسيب انور وتروح مع احمد ولا هتعمل ايه والعصابة كمان هتعمل ايه مع احمد وفاها بل همعرف في الجزء الجاي ان شاء الله بس قبل منه حكايتي ادعوكم الاشتراك في القناة وتفايل زر الجرس مستنيتوا وقعتكم في التعليقات يا احنا متابعين